بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله من جديد أبناء وبناتي الطلبة طالبات الصف السادس وأهلا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من درس الكتابة بعنوان أهمية ممارسة الرياضة نستكمل درسنا يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يتوسع في كتابة أفكار الموضوع موظفاً الأدلة والحجج الإقناعية بشكل صحيح يصوق خاتمة مناسبة للموضوع موضحاً دور دولة قطر في نشر الرياضة وكذلك يحرر موضوعه موظفاً فيه علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة وأذكركم أبناء وبناتي بما درسناه في الحصات السابقة قمنا بتوليد الأفكار من رأس الموضوع وقلنا إننا نستطيع البناء عليها والتوسع فيها عند الكتابة وهذه هي الأفكار كتبنا المقدمة وتركت لكم إكمالها ثم تناولنا الفكرة الأولى في العرض وهي أهمية وأثر ممارسة الرياضة في حياة الفرد والمجتمع كذلك عرضنا مجموعة من الأدلة التي تساعدك في الكتابة بشكل أكثر إقناعاً وقلنا إنك تستطيع أن تزيد عليها واليوم أعزاء الطلبة والطالبات نستكمل موضوعنا بالتوسع في كتابة فكرة رئيسية أخرى من أفكار العرض وهي أنواع الرياضة وكما تعلمنا في الحصة السابقة أن نقسم الفكرة الرئيسة إلى أفكار جزئية منبسقة عنها ليسهل علينا أمر الكتابة فللكتابة عن أنواع الرياضة نذكر الرياضة الجماعية ونذكر لها أمثلة ككرة القدم وكذلك الرياضة الفردية ونذكر لها أمثلة كالرماية أيضا الرياضة القتالية مثل الكاراتي والرياضة المائية مثل السباحة وغيرها كذلك الرياضة العقلية مثل لعبة الشطرنج وغير ذلك من الرياضات التي تعرفها والآن أبناء وبناتي سنقوم معا وبشكل عملي بتوضيح كيف نتوسع في كتابة الأفكار التي لدينا في العرض وكيف نوظف الأدلة والبراهين التي جمعناها في الحصة السابقة إذا كانت الفكرة التي نريد التوسع في كتابتها هي أنواع الرياضة فإننا نستطيع أن نكتب فيها ما يلي أبدأ بذكر تنوع الرياضة ما بين فردية وجماعية وأذكر من الفردية بعض الأمثلة كالرماية وكرة المضرب والسباحة وغيرها ثم أذكر الرياضة الجماعية وكذلك أمثلة لها ككرة القدم والسلة وكرة اليد وغيرها ويمكن كذلك أن نكتب عن الألعاب القتالية بأنواعها المختلفة وأذكر لها أمثلة تلاحظون أننا نسترسل بسهولة ويسر ونتوسع في الكتابة سطرا بعد سطر في ذات الفكرة تابعوا ثم نكتب عن ضرورة اختيار كل واحد من ما يناسبه من الرياضات المختلفة حسب ميوله وإمكاناته وظروفه وهكذا نكون قد أسهبنا وتوسعنا في كتابة هذه الفكرة وتلاحظون معي أيضا أمرين هامين الأول كيفية توظيف الدليل حيث ذكرنا في نهاية الفكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلا الله من المؤمن الضعيف وكذلك الحكمة القائلة العقل السليم في الجسم السليم وكلاهما أدلة نقلية تقنع من يقرأ موضوعنا أكثر الأمر الثاني الذي أحب أن تلاحظوه معي كيفية توظيف أدوات الربط والملونة أمامكم باللون الأخضر لتجعل الكلام المكتوب مترابطا متماسكا ومرتبا أيضا وضعنا علامات الترقييم بين الجمل بشكل صحيح وهي الملونة أمامكم باللون الأحمر وهكذا أبنائي نكون قد تعلمنا كيف نتوسع في كتابة الأفكار مع توظيف الأدلة وكذلك توظيف علامات الترقييم وأدوات الربط بارك الله فيكم وهكذا نكون قد قمنا بكتابة المقدمة وكذلك توسعنا في كتابة العرض بفكرتيه الرئيسيتين ولم يتبق لنا سوى الخاتمة وهنا أبناء وبناتي نرجع مرة أخرى إلى تعليمات الكتابة في مصدر التعلم لنقف على المطلوب أن نتناوله بالضبط عند كتابة الخاتمة فنجد التوجيهة في صفحة الإرشادات اختم موضوعك بتلخيص أهم ما جاء في المقال وببيان الدور الذي تقوم به دولة قطر في نشر الرياضة وأثار ذلك في نهضة المجتمع وتقدمه وقبل كتابة الخاتمة نشير إلى أهمية الاستفادة من المصادر المساندة عند الكتابة ومنها تقرير عن اليوم الرياضي لدولة قطر ونبزة عن بنيتها التحتية في مجال الرياضة تعيش قطر على وقع تنظيم اليوم الرياضي للدولة فتحولت البلاد إلى ملعبا رياضي كبير عندما فتحت مختلف الميادين والمنشآت الرياضية أبوابها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المشاركين على اختلاف أعمارهم من المواطنين والمقيمين الذين تمتعوا في هذا اليوم بإجازة رسمية وكانت الحكومة القطرية اختار توم الثلاثاء في الأسبوع الثاني من شهر فبراير ليصبح يوما رياضيا سنويا تشهد فيه مختلف المناطق مسابقات رياضية وترفيهية تساهم في نشر الثقافة الرياضية وما دمنا سنتحدث عن دور دولة قطر في نشر ودعم الرياضة فهذه بعض الصور لملاعب وإنشاءات تستطيع أن تكتب عنها في الخاتمة إن أردت ذلك وهنا جاء دورك أنت نعم أنت لتكتب خاتمة مناسبة لهذا الموضوع الشيق والجميل وأذكرك عزيز الطالب بموصفات الخاتمة الجيدة أولا تكتب بنظام الفقرات فتبدأ بعد بداية السطر بمقدار كلمة أو كلمتين ثانيا تضمين الخاتمة للأفكار المطلوبة وتحديدا هنا دور دولة قطر في دعم ونشر الرياضة ويمكنك الاستفادة من هذه الأفكار الموجودة أمامك ثالثا تلخص في الخاتمة أهم ما جاء في الموضوع لصياغة جميلة تبقى في ذاكرة القارئ وأقتلح عليك أن تبدأ الخاتمة بقول أخيرا أو وفي الختام كما هو معروض أمامك وأخيرا فإن ممارسة الرياضة أسلوب حياة فثقافة تسري في المجتمع سريان الروح في الجسد ولعل دولة قطر مثال حي وقريب على ذلك فقد دأبت قطر على دعم الرياضة ونشر ثقافة ممارستها بشتى السبل مثلا وعليك عزيز الطالب أن تكمل بنفسك هذه الخاتمة مستفيدا مما سبق ولا تنسوا أبدا عند الكتابة توظيف علامات الترقيم المناسبة في المكان الصحيح وكذلك أدوات الربط بين الجمل والعبارات لجعل الموضوع مترابطا وإلى المحطة الأخيرة في موضوع درسنا لهذا اليوم وأقصد بذلك تحرير الموضوع كاملا وبشكله النهائي نبدأ تحرير الموضوع لكتابة عنوان مناسب يعبر عن محتوى الموضوع ثم بعد ذلك نجمع ما كتبناه بعضه إلى بعض فبعد أن قمنا بكتابة المقدمة وقمت أنت باستكمالها والعرض وقمت أنت أيضا باستكماله والخاتمة التي قمت بدورك باكمالها وأبدعت فيها يكون الموضوع قد اكتمل فنكتبه بكتابة واضحة دون شطب أو كشت وبشكل صحيح خال من الأخطاء الإملائية والنحوية ولا ننسى الكتابة بنظام الفقرات حيث نبدأ كل فقرة بمقدار كلمة أو كلمتين من بداية الصفر ولا ننسى كذلك توظيف علامات الترقيم في مكانها المناسب وفي الختام هنيئا لك العلامة الكاملة إن أنت فعلت ما تعلمناه معا وفي نهاية هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما تعلمتم أشكر لكم حسن الانتباه والتفاعل الجاد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته